اهلا بكم النهاردة وبحلقة جديدة يا رب تكونك وياسين في افضل صحة واحسن حال اللي لسه معرفنيش ولسه جديد معايا انا الدكتور مايكل دكتور صيداني قبل اي حاجة عايزين اشتراككم في خناة الدكتور مايكل وادفع الوزر الجرح يشوصلكم اشعار بالفيديو سنان بنزيلها اول باول ويا ريت بتنسونيش في اللايك كتير والشير لغيرك عشان الكل يستفيد من المعلومة اللي حضرت لك هتسمعها طبعا النهاردة هنتكلم عن موضوع رائع جدا نتكلم النهاردة عن الجهاز العصبي واحنا عارفين وظائف الجهاز العصبي في جسم الانسان ده من الحاجات يعني عايز اقول لكم المهمة جدا الدرورية جدا في جسم الانسان لقدر الله لو حصل مسلا خلل او التهابات في صحة الاعصاب عند الجسم الانسان طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة بتقرق ناس كتير وطبعا النهاردة هنتعرف على كل حاجة الاسباب والاعراض وازاي نقدر نمشي على بعض الارشدات وعلى بعض النصايح اللي هنقدمها النهاردة في حلقة النهاردة النهاردة هتكون حلقة رائعة جدا النهاردة سجلوا معي عشان تكون حلقة جميلة تابعوني لحد نهاية الحلقة تابعوني بعد الفاصل في البداية كده كنا عايز النقر الجهاز العصبي بتاعنا بتكون من حدين اول حاجة الجهاز العصبي المركزي وتاني حاجة الجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي المركز ده بيشتمل بيكون موجود في المخ او في الحبل الشوكي وده وظيفته ان هو بيخش في وظائف كتيرة في جسم الانسان ان كان مثلا بتتمثل مثلا في عمليات التنفس في عمليات الهضم في عمليات النبضات بعد جسم الانسان كل ده بيشتمل فيه وظائف الجهاز العصبي المركزي اما الجهاز العصبي الطرفي ده بيتفرع من الحبل الشوكي الى جميع اجزاء ويمتد الى جميع اجزاء الجسم طيب مبدئية كده عايزين نعرف ايه هي بعض الاسباب اللي هي ممكن تؤدي الى الخلل او بيقى فيه التهاب في الاعصاب عندنا اول حاجة طبعا الناس اللي هي عندها مرضى السكر مرضى السكر دولة اكتر الناس بيكون عرضة لالتهاب الاعصاب وخلل في الاعصاب عندهم طبعا بالنسبة كبيرة تاني حاجة الناس اللي هي مرضى الكلاء المسمن طبعا علشان بيبقى فيه خلل او بيبقى فيه خلل في توازن الاملاق فبالتالي المشكلة دي ممكن طبعا بتأثر فيه التهاب او صحة الاعصاب تالي حاجة الناس اللي بتتعرض للكسور دي بتبقى اكتر ناس تبقى عرضة للموضوع التهاب او خلل الاعصاب في صحة الاعصاب عموما لان طبعا الجفز اللي بيركبوه بيضغط على الاعصاب او بيضغط على العضلات عموما بنسبة كبيرة فبالتالي بيأثر على مشكلة الاعصاب رابع حاجة للناس اللي هي بتتعرض الاصابة لبعض الامراض المناعية الذاتية اللي هون كمع مثلا زي التهاب المفاصل الروماتوي دي اول ناس اللي عندها الزئب الحمرة الناس دي كلها بتبقى عرضة للالتهاب الأعصاب أو خلل الأعصاب عموما خمس حاجة للناس اللي هي بتاخد بعض الأدوية على يعني علفاظ وعلى المليان اللي هي ما بتستشير الطبيب بتاخد بدون وصفة طبية بعض الأدوية دي يا جماعة بتأدي إلى نسبة كبيرة بالتهاب أو خلل الأعصاب سادس حاجة لأن احنا ممكن مثلا بناخد غذائية صحيحة بيبقى فيها نقص في بعض الفيتامين لو كما سن طبعا زي فيتامين به ستة واثناشر أو فيتامين دي الحاجات دي كلها يا جماعة بتبقى مقويات جدا جدا للأعصاب لو حصل فيها خلل طبعا بيقا بيقادي إلى زي ما قلت لكم للتهاب الأعصاب أو خلل في الأفساخ دي العصاب عندنا عموما وسبح حاجة لقدر الله طبعا أي أمراض بأمراض الكانسر طبعا دي بتبقى يعني عايز أقول لكم من أكتر الأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان عنده التهاب الأعصاب أو خلل عموما هي أمراض اللي يصابه أي أمراض السرطان طيب دلوقتي هنتكلم مع بعض في بعض الأعراض أول حاجة وتبقى مرحوظة جدا جدا في التهاب الأعصاب أو خلل الأعصاب إن هو الإنسان يبقى عنده وخز وقلم يعني ايه وخز وقلم يعني يبقى في الإنسان جدا يبحث عنه فيه صحو شكشاكه هنا حاسس بقلم في الأطراف حاسس بقلم في بطن الإيد في الأطراف مثلا أي إن كان التاني حاجة الإنسان يحس بتنميل يعني يأي واحد يقول لي يا دكتور أنا عندي تنميل في الأطراف مثلا. في صوابع رجلية طبعا الكلام دي كل وارد اعراض التهاب الاعصاب الحاجات دي كلها الام تالت حاجة طبعا euxوا البقاء في ضعف عام في العضلات الإنسان Did get into cells يعني الإنسان ما هيك那麼 easy يتحكم في حاجة الرابع حاجة كمان هوه فقد التوازن بمعنى يعنى الإنسان مثلا لو كمسلا كوباية مثلا واحد مثلا اي مثلا اي مهم الام طبعا في فقط في التوازن يعني ممكن اي فقط في التوازن يعني المسك الحاجة التقع منه طبعا في التهاب في الاعصاب في خلل الكلام دي كل ممكن يحدث طبعا فيه قلل واكتئاب نتيجة طبعا الارتباك أو نتيجة النفية فيه خلل أو التهاب في الأعصاب طبعا حاجات دي كلها وردة وطبعا هيبقى فيه طبعا رعشة وطبعا كمان هيبقى فيه اللي هو فقدان الشعور في الأصابع وباطن القدمين يعني الحاجات دي كلها من بعض الأعراض اللي هي ممكن طبعا تحدث بالنسبة كبيرة في الأعراض اللي هي بتاعت التهاب الاعصاب او خلل في صحة الاعصاب عندنا عموما طيب دلوقتي هنتكلم مع بعض النصائح وبعض الارشادات ان شاء الله لو اتبعناها ان شاء الله يعني من غير ما تاخدوا اي ادوية ان شاء الله هتبقوا مية مية طيب اول حاجة ان احنا نعمل بعض التمارين الرياضية ان كان مثلا تحت مثلا مدرب ان كان مثلا تحت حد محترف ان كان مثلا تمارين مثلا هنعملها مثلا في البيت تمارين مثلا الرياضية تمارين مثلا الكارديو نتنشى مثلا في الصبح قبل مسلا نروح الشغل ولا حاجة مثلا نتنشى عشر دقايق ربع ساعة قبل ما ننام الحاجات دي كلها هتضبط لنا الاعصاب بنسبة كبيرة هتخلي اعصابنا حديد تاني حاجة ان احنا نبعد عن التدخين تماما يعني احنا عارفين طبعا اكتر اسباب تخلي الانسان ممكن يقع في مشاكل التهاب الاعصاب هي مشكلة التدخين طبعا احنا عارفين تدخين ده اثار الجانبية على المدى البعيد طبعا نتجنب التدخين ده تماما تالت حاجة نتجنب نبعد عن الكحليات طبعا مشكلة الكحليات دي طبعا حاجة سيئة جدا رابع حاجة نشرب مية كتير لان سورب المية كتير ده بيساعدنا طبعا على انتظام بعض السوايل جوه جسمنا وانتظام عمليات عملية التوازن الاملاح جوه الجسم فبالتالي طبعا الكلام ده كله هيقدي بصورة صحيحة وهيخلي عصابنا زي الفل وحديد خمس حاجة ان احنا نأكل بعض المواد الغذائية اللي هي فيها بعض الفيتامينات زي فيتامين به ستة واثناشر او فيتامين دال ونبعد تماما عن الواجبات الدسمة عشان الحاجات دي كلها تقوي عصابنا تماما وناكل طبعا دي كده خمس حاجات سادس حاجة واللي هو ان احنا نأكل طبعا اوميجا سيدي يا جماعة عايز اقول لكم ملك دهون المخي يعني دي الاحماض الدهنية الصحية الجسم الانسان دي هنلاقيها فين دي هنلاقيها طبعا في الاسماك ان كمسلا في السلمون في السردين في التونة الحاجات دي كلها ممتازة جدا لصحة الانسان او بعموما لصحة الاعصاب سابع حاجة واللي هي ان احنا ممكن نأخذ عنصر البوتاسيوم وعنصر البوتاسيوم دي يا جماعة عايز اقول لكم ممتاز جدا رائع جدا في موضوع تقوية الاعصاب ان كنا مسلا هنأكل مسلا هنلاقيه في الطماطم في الموز في البطاطا في البطاطس الحاجات دي كلها يعني عايز اقول لكم رائعة جدا موجودة في عمصر البوتاسيام دي لو الحاجات دي كلها اخدناها بانتظام وعملنا عليها ومشينا عليها صدقوني هتبقى عصابكم حديد واخيرا لو هناخد بعض العلاج او بعض الادوية بس لو اتبعنا بعض الارشادات او بعض الحاجات اللي انا قلتها لكم ان شاء الله بدون ادوية هتبقوا مية مية وهتبقى صحيتكم حديد طيب دلوقتي هنتكلم في بعض الادوية والن هو ان كنا هناخد مثلا زي اقراس الملجة او اقراس اقراس مسلا او اقراس وطبعا انا هسيب لحضراتكم كل الاسعار في صندوق الوصف عشان تعرفوا كل الاسعار طيب العلاج دي هناخده قد ايه على حالة طبعا بترجع الحالة من من شخص لشخص طبعا بتختلف يعني ان كان مسلا لو حد مسلا اه في حالات التهاب اعصاب شديدة ممكن ناخده مسلا على على حالة طبعا اه السيطة الطبيب ان كان مسلا انتغه مسلا مرتين او ثلاث مرات في اليوم بس جرعة المعتادة بيتاخد مرة واحدة في اليوم طيب اه ده بالنسبة للاقراس اما بقى لو في مسلا احنا بقى حاجة اسرع وفيه عن الانسان مش بيستجب بسرعة للاقراس طبعا هنلجأ الى الحقن الحقن مسلا زي الليفا بايون الليفا الليفا بايون يا جماعة حاجة ممتازة جدا مقوة رائعة جدا فيها فيتاميات شديدة كتير رائعة فيها واحد وثلاثة وستة واثناشر ممتازة جدا فيه طبعا اه كمان اه بيكم اه حقن بيكم وفيه كمان حقن النيوروتون دي كلها ممتازة جدا دي زي كنت لحضراتكم بتتاخد مرة واحدة يوميا على حسب ابعد اترجع من من شخص لشخص او على حسب الحالة ولو فيه التهابات شديدة وفيه التهاب اه او اعتلال في الاعصاب دي بتتاخد مرتين في اليوم او بتتاخد تلات مرات على مدار الاسبوع انا لحد كده اكون خلصت حلقة النهاردة اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ولو حضرتك جديد معي واول مرة بتشوفني على القناة ما تنساش تعمل اشتراك في قناة الدكتور مايكل واتفعله علامة الجرس حسيوصل لكم كل الفيديو اللي بنسيلها اول باول ولو اعجبتكم الحلقة متنسونيش في اللايك كتير لان اللايك ده بيفرحني وبيشجعني والشير غيرك علشان الكل يستفيد من المعلومات الطبية اللي بقدمها لكم ولو فيه استفسارات للحلقة دي والحلقات اللي فاتت انا تحت امركم واشوفكم على خير الحلقة اللي جاية